السلام عليكم هنتكلم يا شباب النهاردة عن عوامل قيام الحضارات عايزين نعرف ايه العوامل او اي الاشياء التي اذا وجدت في اي دولة او اي مكان تقوم في حضارة ايه هي الاشياء التي اذا وجدت في اي دولة او اي مكان تقوم في حضارة هنقول كده مع بعض فكر ايه هي الحاجات اللي هي اذا كانت موجودة هتقوم حضارة طبعا اول حاجة الانسان لازم يتوفر اليه ان هو يكون مكان في مية فهنلاقي ان معظم الحضارات قامت في الاماكن اللي يكون فيها مية زي الانهار طيب ايه تاني قال لي ممكن كمان نلاقي الموقع بتاع المكان يساعد على وجود الانسان فيه اذا كان الموقع ده بيسهل اتصال بينه وبين الدول التانية يبقى الانسان بالحادي ممكن يعيش فيه ويقدر يبني في حضارة ثالث حاجة الحدود اللي عايش فيها هل هي حدود مهددة ولا حدود امنة المكان اللي عايش فيه مؤمن يحميه من دخول اعداء ولا سهل الاعداء يخشوله حاجة من دمن الحاجات اللي بتأدي لقيام الحضارات كمان ممكن نلاقي عندنا برضو يا شباب المناخ اذا كان الانسان عايش في مناخ معتدل يساعد على وجود انسان ويساعد انسان يعيش فيه ويعمل نشاط ويقدر يشتغل ويبني حضارة يبقى المناخ من دمن العوامل حاجة تانية استروات الموجودة عنده استروات الطبيعية سواء معادل صخور غابات طربة دي كلها بنسميها سروات بتساعد على قيام الحضارة وفوق ده كله اهم حاجة يكون فيه انسان يقدر يشتغل ويقدر يبني الحضارة يبقى اذا عوامل قيام الحضارة اللي ايها بترخص في عاملين السيين في منها عوامل طبيعية وفي منها عوامل ايه بشرية طيب هل في مصر ثوافر هذه العوامل هل مصر فيها حاجات تؤدي لقيام حضارة الاقي ان مصر فيها حاجات تؤدي لقيام حضارة يبقى انا عندي اول حاجة بتكلم عليها عوامل قيام الحضارات وبعد كيف بتكلم عن عوامل قيام الحضارة المصرية الاقي عوامل قيام الحضارة المصرية فيها عند الف عوامل طبيعية وفي بعد كده عوامل بشرية اول حاجة هلاقي في العامل الطبيعية هو نهر النيل نهر النيل ده الاقي ان هو نهر فريد فيه تكوينه لانه النهر اللي بينحدر من الجنوب الى الشمال ومعظم الانهر في العالم تنحدر من الشمال للجنوب يبقى النهر ده بينحدر من الجنوب للشمال وهو غاي من جنوب الاقي بيحمل معاعد طمي الذي اكسب ارض الوادي والدلتة التربة الخزبة فعمل له تربة خزبة مصدر للميا فيساعد على استقرار الانسان يبقى الانسان عنده ميا وعنده تربة خزبة هيبدأ يتعلم حدف كتير يتعلم الزراعة هيتعلم ازاي يعمل ادوات زراعية هيتعلم يعمل مشروعات راية عشان يستفاد من المية زي السدود او الترع يتعلم كمان يبني سفن عشان يتحرك بها بين شواطر النهر او بين المناطق اللي على نهر النيل يبقى اذا النهر النيل ده علم المصيرين كثير من الحلف او كثير من المهرات ساعدته في قيام الحضارة لكن بلاقي ان عا نهر النيل مع ذلك علم المصيرين كثير من القيم ودي اهم حاجة نعرفها نهر النيل ايه هي القيم اللي علمها المصيرين يا شباب اول حاجة الوحدة والتضامن الوحدة والايه والتضامن ايه المقصوب بالوحدة والتضامن ان احنا كنا نتحد مع بعض ونتعاون مع بعض من اجل انجاز عمل يبقى دي الوحدة والتضامن طب احنا نتحد مع بعض كشعب مصر عشان ايه بالنسبة النهر اللي اللي علمهنه قال حاجة نتحد مع بعض عشان نبني زدود عشان نحمل ارض بالفيضان هل الانسان لوحده يقدر يعمل سد يبقى لازم نشرك كلنا في بناء السد هنعمل ترعة عشان نوصل المياه لاماكن بعيدة هل الانسان لوحده يقدر يعمل ترعة يبقى لازم نتعاون مع بعض يبقى في ابتحاد بنا في تضامن بنا طب الارض بتاعت الارض الخزبة ونهر النيل حوالينا البلاد اللي حوالينا كلها صحرة فبالتالي ممكن الاعداء اللي عايشين في هذه الصحرات يحاولوا ان هم يهجموا على ارض مصر يبقى هلازم نتحد مع بعض عشان نحافظ على الوادي والدلتة نحافظ على الصروة الطبيعية يبقى اذا ربنا وهب مصر النيل والطربة الخزبة ده هيعلمنا الوحدة والتضامن من اجل حاجتين الحفاظ على صروات مصر واستثمار صروات مصر نعمل مشروعات من اجل الاستثمار او الاستفادة منها تاني حاجة التكامل والتكافل التكامل والتكافل هنا المقصود بهم ايه اللي احنا بينكمل بعض نتكفل في بعض فلاقي ان بتوع الشمال عندهم ما حصلت تختلف عن الجنوب فهتبدأ يحصل تبادل بيننا فتنشط التجارة بيننا فيحدث تكافل وتكامل هيدم وسيلة المواصلات اللي بين الشمال والجنوب ايه اسهل حاجة بيننا وبينهم؟ هو نهر النيل اللي هيوصلنا ببعض يبقى اذا التكامل والتكافل ده قيمة على اللي مهان نهر النيل وعدم هيوصلنا ببعض هيحصل اتصال بين الشمال والجنوب فهيقدي التواصل فيما بينهم هيبقى المصريين متصليم مع بعض الشمال مع الجنوب وكمان من خلال عبور نهر النيل للأراضي المصرية هبصت لقى انت ممكن تنزل الى قارة افريقيا يبقى يحصل تواصل بين مصر وبين الدول الايه؟ وبين الدول الاخرى يبقى اذا القيم التي علمها نهر النيل للمصريين اول حاجة الوحدة والتضامن تاني حاجة التكامل والتكافل تالت حاجة التواصل فيما بينهم طيب الحاجة التانية من عوامل قيام الحضارة المصرية هنلاقي عندنا الموقع الجغرافي هنلاقي ان ربنا واهب مصر موقع متميز جدا جدا الموقع ده هيتلاقينا هو بيساعد على قيام الحضارة ازاي؟ لو بصنا يا شباب هنلاقي ان مصر بتقع في ملتقى قارتين قارة افريقيا و قارة اسيا توسط قارات العالم القديم اسيا و افريقيا و اوروبا و في نفس الوقت بتطل على بحرين مهمين جدا في التجارة اللي هو البحر المتوسط و البحر الاحمر فده هيساعد مصر نتقوم بعمل نشاط تجاري واسع مع البلاد اللي حوالينا طيب لما يحصل نشاط تبادل او نشاط تجاري انا بروح لهم بتاجر عندهم بشوف الحضارة بتاعتهم و هما بيجوا يتاجروا عندي بشوف الحضارة بتاعتهم فبالتالي بيحصل التواصل بيننا وبينهم يبقى اذا الموقع ده جعل مصر ليست بمعزل عن العالم و عن تطورات العالم الاخر لذلك كان من دمن عوامل قيام الحضارة في اي دولة هو الموقع الجغرافي و مصر ايضا تتميز بموقع جغرافي مهم يبقى ده ساعد على قيام الحضارة المصرية نتكلم بعد كده عن الصروات المعدنية المقصود يا شباب بالصروات المعدنية المقصود بالصروات المعدنية هنا ايه هي؟ المقصود بها الصخور او المعدن الصروات المعدنية الصخور والايه؟ والمعدن طيب ربنا وها بمصر صروات كتيرة جدا من الصخور والمعدن فعبقرية الإنسان المصري هو قدر يستغل هذه الصخور في بناء الحضرة بتعطيه طب الصخور دي هيعمل بيها إيه؟ ده ما شابها الصخور كده في الجبل أو في المناطق الصحراوية؟ لا ده استغلها فبنلاقي مثلا من دمن الحاجات اللي عملها نحت منها التماثيل التماثيل اللي احنا بنتشوفها دي مش مبنية دي منحوتة يعني كتلة صخرة كبيرة وقصر فيها كده ونحتها طلعها بالشكل اللي احنا العالم كله بينبهر به في ذلك الوقت نحت تماثيل، نحت المثالات اللي بترمز إلى الشمس، نحت التوابيت اللي بيحط فيها الجثة بتاعته التوابوت اللي بيتوا شايفو ده؟ ده منحوت مش مبني خلاص؟ ألاقي كمان بنى بينها المعابد، بنى بها أهرامات يبقى إذا الإنسان ما شابس الصخور دي كده ومشي عليها مر الكرام، لا ده استغلها وأحسن استغلالها كذلك المعادن، المعادن اللي كانت متوفرة في أرض مصر، هلاقي إن المصريين يستغلوها أحسن استغلال فصنعوا منها الأدوات بتاعتهم، صنعوا منها الأسلحة، صنعوا منها الأواني، صنعوا منها الحلية من الدعب والفضة يبقى الإنسان زكاء الإنسان المصري إن هو استغل الصراوات الطبيعية اللي ربنا ادهاله وقدر يبني بها الحضارة طيب، غير الصراوات الطبيعية فيها عندنا الحدود الطبيعية، الحدود دي بالله إن الحدود الطبيعية دي كانت من أهم العوامل اللي قدت إلى قيام الحضارة، ودي هنشوفها إزاي كثيرين، لو بصقا لحدود مصر، علي إن يحدي مصر من الشمال البحر المتوسط، ويحدها من جهة الشرق ومن جهة الخارق السحراء الواسعة والصحراء الواسعة في الشرق والغرب، وفي الشرق كمان في البحر الأحمر المعصوط بمصر هنا يا شيخ يا بنا يا شباب، لعنها المساحة لحد ليبيا، المعصوط بمصر لها مقصوط ليبتذاً هي نهر النيل والأراضي الخزبة اللي حواليها، هذه كانت مطمعة للأعداء لكن بعد كده بأجد صحراء وصحراء فاللي عايز يخترق هذه الصحراء عشان ينال من الأرض مصر كان بيهلك في الصحراء اللي عايز يجي من الشمال كان صعب لأنه وجود البحر عزل طبيعي أو مانع طبيعي فكان صعب اختراكه بسهولة فده بيحمي مصر من الشمال حتى من الجنوب ألافي نهر النيل في الجنوب في عندي حاجة اسمها الجنادل الجنادل عبارة عن صخور كبيرة بتعترض مجرى النهر فأي واحد أو أي عاداء هيجوا من ناحية الجنوب هتصطدم الملاكب بتاعتهم من الجنادل دي فاتكسر لي الملاكب بتاعتهم يبا كده بتحميل لي مصر من الجنوب عشان كده بنقول أن حدود مصر الجنوبية كان حق حدود لها جانب إيجابي وجانب سلبي الجانب الإيجابي يا شباب اللي هو الجانب اللي بتحمينا مصر من الأعداء بتحمي مصر من الأعداء عشان بتمنع دخول الأعداء أما الجانب السلبي فهي كان بتعوق حركة التجارة الخارجية بمصر وجنوب مصر أو الأجزاء الجنوبية عشان كده بنلاقي أن ملوك الدولة الوسطى لما اهتموا بالحياة الاقتصادية في مصر قالوا أنهم حرصوا على بناء أو حفر قناة في صخور الجندة الأول عشان تمشي فيها السفن لكن قبل كده كانت عبارة عن عامل منيعة أو حاجة منيعة في الجنوب تعوق انتقال السفن فبالتالي بتحمي مصر من جهة الجنوب يبقى هنا بيتحقق فيها كلاب وولد يورانت وولد يورانت اللي قال عشان تقوم أي حضارة في البلاد لازم يتوفر عنصر الأمان يتوفر عنصر الايه؟ ومصر يحيش بها حدود آمنة فبالتالي يقدر يتبني فيها الحضارة عشان توفر فيها عنصر الأمان بعد كده عندي المناخ المعتدل المناخ المعتدل عندي هنا قال يا ربنا وهب مصر مناخ معتدل والمناخ بتاع مصر فيه ثلاث ميزات بتساعد على قيام الحضارة أول حاجة المناخ بتاعنا ده مناخ معتدل لا هو شديد الحرارة ولا هو شديد البرودة فالإنسان في المناخ المعتدل بيبقى قادر على بازد الجهد قادر على بازد الايه؟ الجهد يبقى هنا يبقى الإنسان نشيط يبقى الاعتدال أدى لنشاط الإنسان فإيه دريب من الحضارة؟ المناخ بتاعنا بيتميز بأنه متنوع درجات الحرارة بتاعت الصيف تختلف عن درجات حرارة الشتاء فبالتالي الداني تنوع في المحاصيل الحاجة التالتة في المناخ إنه مناخ جاف للي ما استقع ضمن النطاق الصحراوي يعني ما هي مناخ جاف؟ يعني ما فيش أمطار كتيرة فبالتالي هيؤدي إليها الحفاظ على الآثار المصرية يبقى إذا المناخ بتاعنا كان من عوامل قيام الحضارة المصرية في ثلاث حاجات أول حاجة معتدل فساعد على نشاط المصريين فبالتالي بذل الجهد وقدروا يبنوا الحضارة مناخ متنوع فده هذا تنوع المحاصيل مناخ جاف عمل على الحفاظ على الآثار المصرية حتى الآن الحاجة الثانية اللي عندنا في عوامل قيام الحضارة هي العوامل البشرية العوامل البشرية بتتلخص في حاجة واحدة بس اللي هو أساس قيام أي حضارة اللي هو الإنسان المصري أو الإنسان فبنلاقي الإنسان المصري قدر يستغلي كل العوامل الطبيعية دي وقدر يبني بها الحضارة بتاعته ولو لا كفاح الإنسان ما تبرد حضارة وعشان كده بنقول إن الإنسان المصري دور كبير جداً في قيام الحضارة وعشان كده بنعقب على مقولة المؤرخ الإغريقي هريدوت لما قال إن مصر هبت النيل هو صحيح إن النيل لي فضل كبير جداً في قيام الحضارة المصرية ولكن مع ذلك بنقول إن النيل بس ما يعملش حضارة لكن يجب أن يقال أن مصر هبت النيل والمصريين مصر هبت النيل والمصريين لأن النيل بيمشي في بلاد كثيرة زي السودان وأسيوبيا وأغندا والبلاد كلها هل عندهم حضارة زي الحضارة المصرية؟ لا يبقى الإنسان المصري مع وجود نهر النيل قدر يعمل حضارة إيه؟ حضارة كبيرة يبقى أن يقال أن مصر هبت النيل والمصريين